اهلا بكم يقول الناشطون وانصار ثورة تشرين التي انهت عامها الثالث ان هذه الانتفاضة الشعبية اعادت الاعتبار والاحترام للقيم الوطنية العراقية التي حاولت قوى العملية السياسية تشويهها وتهشيمها واقتلاءها من الوجدان الوطن العراق ويؤكد هؤلاء الناشطون ان هذه الثورة التي اعجزت اجهزة القمع الحكومية وميليشياتها عن اخمادها والتي بقيت متقيدة بالرغم من مئات الشهداء والوف الجرحى اثبتت اي هذه الثورة قوتها وصمودها وكسبت احترام الرأي العام العراقي وظلت متشبثة باهدافها الوطنية وفي مقدمتها استعادة الوطن المنهو ولم تتراجع عنها ولم تساوم عليها الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين ضد العملية السياسية والمعاني الوطنية العراقية التي احيتها هذه الانتفاضة ومؤشرات تجددها في المرحلة القادمة هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار وسنطرح فيها عدة تساؤلات ما المعاني الوطنية العراقية التي بعثتها ثورة تشرين ضد العملية السياسية الفاسدة في ذكرها الثالثة للانطلاق ولماذا حضيت هذه الانتفاضة الشعبية بكل هذا التأييد والدعم والاحترام من قبل الرأي العام في العراق وكانت موضع ثقته ورهانه في تخليص العراق من العملية السياسية الفاسدة ولماذا عجزت الأجهزة الأمنية وميليشياتها عن إخماد جذوة هذه الانتفاضة الشعبية المتقدة رغم القمع والبطش الدموي الذي طال شبابها ناشطين ومتظاهرين وكيف تحول الثورة تشرين إلى فكرة وطنية عراقية أكثر من كونها حراكا شعبيا في الساحات والشوارع يفتر ويسعد رغم القمع والبطش الحكومي وهذا ظروف في المرحلة القادمة ستكون أكثر أو مؤاتية أكثر لتجدد هذا الحراك الشعبي الوطني ضيفات طاولة صباح الناصري رافع الفلاح ثلاث سنوات مضت على أهم تحول في مسار العراق بعد الاحتلال الأمريكي وخطوة جريئة مشهونة بالوعي الشعبي نحو استعادة سيادة البلاد وتخليصها من الطبقة السياسية الفاسدة ثلاث سنوات مرت على انطلاق ثورة تشرين التي انفجرت نتيجة تراكمات غضب شعبي واحتجاجات متفرقة وانتفاضات عديدة ضد الواقع السياسي والأمني المر حتى شكل شباب تشرين نقطة تحول في صراع الشعب مع الأحزاب الفاسدة عندما شخصوا أزمات البلاد بكل وضوح وأيقنوا أن لا حل إلا بإسقاط النظام السياسي برمته ولعل هذا مميز ثورة تشرين وأعطاها عمقا وزخما شعبيا ضمن لها ألا تكون مجرد احتجاجات عابرة يمكن إخمادها أو الاتفاف عليها وإسقاطها في شرك الحيل السياسية ومنذ انطلاق ثورة تشرين فقدت الأحزاب حواضينها الشعبية وتعرى وجه الميليشيات واتضح مدى خطر الهيمنة الإيرانية على العراق فهتف المتظاهرون ضد الاحتلال الإيراني وأحرقوا مقر الأحزاب ودفعوا من أجل ذلك مئات الشهداء وآلاف الجرحة في سلسلة مجازر ارتكبتها الميليشيات والقوات الأمنية ومن ثمار ثورة تشرين كذلك أنها عجلت بشيخوخة العملية السياسية وأوصلتها إلى حافة الانهيار حيث لم يشهد العراق تخبطا سياسيا كما هو حاصل خلال السنوات الأخيرة إذ أن الأحزاب أدركت أن مطالب العراقيين لم تعد مجرد توفير الخدمات وترقيع بعض الجوانب وإنما لخص ثورة تشرين كل مطالبهم بعبارة نريد وطنا عبارة حددت الفارقة بين احتجاجات من أجل مطامع سياسية من هذا الطرف أو ذاك وبين ثورة لن تتوقف حتى تحرر العراق من الاستبداد والفساد والمحاصصة الطائفية ثورة تشرين ككل ثورات أحرار العالم تمر بمراحل فتور وتصعيد لكن لا يمكن إخمادها لأن مقوماتها حاضرة في ضمير كل عراقي حر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوارت بحث هذه الحلقة في المعاني الوطنية وما راكمت ثورة تشرين في ذكرها الثالثة ضيفات طاولة الدكتور صباح الناصر أستاذ العلم السياسية في جامعة يورك في كندا والدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي أهلا وسهلا بالضيفين إياكم الله دكتور صباح ثورة تشرين الآن أنهت عامها الثالث الآن ثمت احتفال بذكرها الثالثة الآن تظاهرات الصباح كان تجمع واحتشار للشباب للاحتفال بهذه الثورة تشرين التي شكلت منعطف نقطة مهمة في تأريخ العراق الحديث خاصة في حقبة ما بعد الاحتلال أي معاني وطنية أحيتها هذه الثورة أو الانتفاضة الشبابية التي جاء ضد العملية السياسية وطالبت بإسقاطها أي معاني وطنية شكرا جزيلا على الاستضافة باعتقادي ثورة تشرين رجعت إلى العقل الجمعية والذهنية المجتمعية الجوهر الشخصية التقافية التاريخية الحضارية العراقية الألاوة هو التنوع يعني وحدة الشعب هذا من خلال تنوع واختلافه وليس أما أو يا أما زي موحد أو اختلاف وتشقق وتمزق وهكذا بالعكس طرحت الهوية الوطنية كهوية جامعة لكل خلصة تنوع الثقافي الديني المذهبي وهكذا تسامت على هذه الهويات المجتمعية لم تنفيها لم تنقفها لأن الهوية المجتمعية مهمة جدا في حياة يومية للإنسان ولكنها ليست الهوية الجامعة الموحدة لهذا الشعب اللي شكل أساس بناء دولة مدنية أنا أعتقد هذا هو جوهر خنسمي الجوهر التقافي الجوهر السياسي الجوهر التاريخي لهذه الثورة المدنية ويمكن هي طبعا أول ثورة مدنية في تاريخ العراق الحديث هذه النقطة نعتقدية جوهرية وأساسية وهي التي ستؤدي إلى إزاحة كبيرة جدا ليست سياسية فقط إنما على مستوى الثقافي والوطني في داخل العراق في المراحل القادمة دكتور هذه الانتفاض دكتور رافع الانتفاض الحقيقة حظيت باحترام كبير تعييد كبار كبير من الرأي العام في العراق من المجتمع العراقي كانت الحقيقة محل إجماع من كل الشعب العراقي على اختلاف توجهاته تنوعاته دينية وغير دينية والحقيقة كان هناك رهان أمل كبير بالثورة في تخليص العراق من هذا المأزق الكبير الذي وضع فيه بعد عام 2003 ما الذي جعلها محل احترام وإجماع المجتمع العراقي جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أستاذ ماجر أحيي ضيفك الكريم أهلا دكتور الحقيقة في يعني قراءة فلسفية لأي ثورة في العالم ستدفعك إلى البحث عن الأسباب عن البيئة عن المناخ عن الأرضية التي يعني تساعد على ولادة ثورة عندما عندما يعني تضع هذه النقاط وتدرس كل الثورة ستجد أنه في كل الثورات هناك نقاط معينة هناك بسبب الفقر في مناطق معينة هناك بسبب الاستبدات هناك في بلدان هناك بسبب العمالة هناك أسباب مختلفة لكن لا يمكن أن تكون الأسباب كلها كاملة إلا في العراق في العراق كل الأسباب كل المناخ كل البيئة متوفرة لقيام الثورة فكانت حتمية الثورة يعني واجبة لا يمكن لأنه في العراق الحقيقة الاستبداد موجود الفساد موجود الخراب موجود العقليات الضحلة الرثة موجودة الحكم الفاشل موجود دولة غير موجودة استقلال غير موجود السيادة غير موجودة تدخلات عمالة كل هذا موجود فقر خارطة الفقر توسعت بشكل كبير جدا خارطة البطالة توسعت بشكل كبير التعليم انتهى الحقيقة الخدمات الصحية غير موجودة الخدمات العامة غير موجودة كل النقاط هذه ميليشيات تحكم الشارع عصابات خطف قتل اختيالات تهجير انت لديك اكثر من يعني ربما اليوم سمعت انه العدد خمس ملايين عراقي هاجروا خارج العراق انا اعتقد العدد اكبر من هذا انا اعتقد من 2003 لحد الان اكثر من عشرة ملايين عراقي غادروا لانه خيرة الكفاءات العراقية كلها بالخارج حقيقة حتى من كان بالخارج قبل هذه لم تطاوع نفسه للعودة بعد 2003 اذا كان عراقيا صميميا لم يعني لا يمكن ان يعود لا يمكن ان يشتغل داخل هذا الاطار وحتى اللي في الداخل دكتور متطلع للهجرة ايضا يتطلع للهجرة لذلك اي 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 استفتاع عمله او دراسة حتى ما حقاله عمل عمل دراسة استبيان للشباب العراقي حول ما هي يعني طموحاته اول طموحاته كان الطموح الا اول هو الهجرة الى خارج العراق ولما تعرف انه الشعب العراقي 65% من الشباب هذا الشعب حي وشعب شعب راقي لكن النظام والاطار الذي يحكمه نظام مدمر مكسر ودعني اكمل ايضا انه اضافة الى الهجرة الخارجية هناك هجرة داخلية كانت هذا النزوح 8 ملايين عراقي نزحوا سكنوا في مخيمات مدن مدمرة خراب في كل المدن حتى المدن التي دعوا انهم جاءوا من اجلها من اجل مظلوميته وانا اقصد بعينها هلالين المدن الشيعية التي قالوا انها الحاضنة لنا عندما ترى اوضاعها من البصرة الى بغداد عندما تصل تجد اوضاع مزرية وانت تصل الى نتيجة وربما قلناها اكثر من مرة انه حتى الشيعة الذين جاءوا يقولون انه سندافع عنهم مظلوميتهم وهذا الكلام الكذب لم يعانوا في حياتهم طوال تأسيس الدولة العراقية من عام 1921 لغاية 2003 لم يعانوا مثل ما عانوا من 2003 لحد الآن الخراب الذي شاهدوه فقدان الامل فقدان قدرة على التعليم كم عدد طلاب الذين يتسربون من المدارس من كل عشر طلاب يدخلون المدرسة الابتدائية ستة يتسربون هذا رقم كافر هذا رقم لا يمكن قبوله وهذا الرقم يزداد بالدراسة المتوسطة والثانوية وبالتالي والخريجين سنويا تدفع إلى إلى طابير البطالة 800 ألف عراقي سنويا لا وجود للوظائف وين يريد يعمل إما أن يشتغل مع الميليشيات وهذه الأحزاب لكي تستغله بطريقة إجرامية أو يذهب إلى الشارع ليجلس في الشارع وهذا ما يقصد فتجد أن المهندس يسوق سيارة تاكسي تجد أن الطبيب ما إلى وظيفة وتجد أن كل الخراب هذه كلها العوامل أنا أقول وهذه البيئة والمناخ التي تسيطر عليها إيران وأمريكا والميليشيات بهذه الطريقة أدت إلى حتمية الثورة الثورة يجب أن تقوم لذلك قيام الثورة هذا كان طبيعي جدا ولذلك التأييد الشعبي الذي حضرتك تسأل عنه نعم كان طبيعي لأن الشعب ينتظر يعني هو أن ينتفظ لكن هذه القضية الحقيقة كانت فيها معوقات كثيرة الوعي لم يكن بالمستوى العالي عند الجميع مثلما عند الشباب هذا الصغير اللي كانوا يعتقدون أنه قد يعني صنعوا منه قنبلة طائفية وإذا به يخرج وهم من الشيعة دعني أقول هكذا ويخرج هو غير طائفي عبر للطائفية ينادي أريد وطن كان هذا الشعار أريد وطن أريد وطن وأن تريد وطن يعرف هذا الطفل الشاب الصغير اللي قتله بالشارع يعرف أن الوطن أسير بيد هؤلاء فلذلك طالب بوطن هذا الشعار يعني مثير الحقيقة عندما سمعته الأول مرة يعني وقفته إجلالا لهذا الذي اخترع هذا أو صنع هذا الشعار نريد وطن يختصر كل كل القضية العراقية أنه الوطن العراقي غير موجود وأن تريد أن تستعيد هذا الوطن دكتور أشكرك هذه نقطة مهمة وخليني أسأل الدكتور صباح الناصري دكتور الشباب أو ثورة تشرين أرادت وطن هذا وطن منهوب منتهب مسروق فرفعوا الشعار نريد وطن المجتمع العراقي الحقيقة وحتى المحبين للعراق من المنطقة من العرب يعني كان لديهم أمل كبير في أن هذه الثورة تخلص العراق وتستعيد وتستعيد عافيتة ألم تكن ألم تكن حمل ثقيل يكن حمل ثقيل يلقى على كاهل هذه الثورة في مواجهة نظام مدجج بالعالم جميعا مدجج بكل الأسلحة لا يتورع عن سفق دماء وإن كانت غزيرة إزهاق أرواح وإن كانت بالآلاف أليس حمل ثقيل حملت هذه الثورة في استرجاع العراق القضية كأنه أكبر من الطاقة هذا يعتمد على يعني التوقعات اللي واحد يخليه على حركة معينة نعم انتفاضة طولة يعني عدم فهم السياق عدم فهم المعضل الأساسي اللي يعيشها العراق عدم فهم خصوصية التورة في داخل العراق اللي تختلف طبعا من التورات الأخرى حتى في المنطقة يعني نتيجة مثل ما تفضلت هناك يعني عوامل محلية وإقليمية ودولية تتداخل في الشأن العراقي وتجعل هذا الشعب يواجه ليس فقط منظومة فاسدة أو مليشيات أو أحزاب أنه يمواجه أيضا قوى إقليمية ودولية داعمة وأفضل شرعية على هذه المنظومة الفاسدة فإذن التوقعات والحلول اللي واحد يعني يتمنها أو يرجوها من هكذا حركات أحيانا هي أصلا غير واقعية مو لأن الشباب أو الحركات هذه الوطنية ليس لديها القدرة لتغيير يعني نسمي النظام وسنجع الوطن إنما منظور المراقب ومفهومة للحل وتوقعاته هي الخطأ لذلك أنا أقول لما أنت في لحظة معينة تسقط المقدس هذا المقدس الزائف اللي انفرض على بالذات على المناطق الجنوبية في العراق لما سقط هذا هذا المقدس الزائف اللي كان يشل الذهنية والسلوك الاجتماعي والسياسي لفئات وشرائح كبير من المجتمع العراقي خوفا يعني هم هي قضية خوف هذا خوف من التسقيق من التخوين من التكفير من كده وكده لما هذا يسقط وفي نفس الوقت أنت تصر مثل ما فضل زميلي أنك أنت تصر على استعادة الوطن يعني أنت تنقض كل ما أتى بيه الاحتلال من 2003 إلى 2019 وتقدم دماء وأرواح بالضبط وانت مستعد أن تقدم دماء وأرواح وشهداء وضحايا من أجل استرجاع الوطن واسترجاع هذا الوطن مثل ما قلنا ليس بالمفهوم هذا الاختزاري بأنه يعني ما يكون مذهبي أو ديني أو عرقي لا بمفهوم التاريخ الحضاري لي مثل ما قلنا الشخصية العراقية التاريخية اللي هي قوتها جوهرها يعني حتى حضاريا تاريخيا أنتج هذا بلد أكثر من حضارة البلد الوحي في العالم اللي انتج أكثر من حضارة نتيجة لهذا التنوع والاختلاف اللي هو شكل وحده ليش شكل تفرقة بس اللي حدث أن تنوع مثري مغني بالضبط يعني مشروع ما بعده 2003 مشروع الاحتلال كان الهدف منه تدمير الدولة العراقية تدمير الشعب العراقي ووحدة لحمة الاجتماعية هذه أي تنوع وفرض عليه زي الموحد وتدمير التقافي العراقية الوطنية اللي الشكل الهوية الأساسية للبرد العراقي بغض النظر عن هويتها الاجتماعية هذا لما يحدث بخلال الثورة وتطرحها شريحة من المجتمع العراقي من الشباب اللي هي الأكثرية طبعا اللي هي نشأت ما بعد 2003 يعني نشأت في ظل هذه المقدسات الزائفة والاحتلال والاستعمار واستعمار الثقافي أيضا وهي نفسها ترفض كل هذا وتصور على هويثها الوطنية العراقية وتستعيد هذا الوطن هي تفهم أنها وضعت النفسها مهمة تأريخية وليس فقط سياسية ولذلك أنا أقول لما ننظر بهذا المنظور أنا أعتقد أن المهمة نريد وطن فقط تحتاج إلى ترجمة سياسية إلى مشروع سياسي بخطوات عملية حتى نسترجع هذا الوطن وأنا متأكد بأن هذه الثورة الأفكار لطرحتها السلوك السياسي لطرحتها الدعم يعني أنا واحد من الناس كنت عايش خارج العراق وما زلت عايش خارج العراق الحقيقة يعني وكنت أكتب عن العراق من 2002 إلى 2016 17 بعاتها شوية فقدت الأمل لأننا لاحظت ما حد يسمع أكتب عن قضايا هذه عن الطائفية ما حد يسمع فكثير من العراقيين فقدوا الأمل 2019 قلبت المعادة رئيسا على العقل وهذه نقطة مهمة التي ادحنا بسبب هذه الخصوصية في ثورة تشرين دكتور رافع ثورة تشرين العراق من 2003 إلى اليوم شهد العديد من الحراكات الشعبية سلمية ومسلحة ضد الاحتلال وضد العملية السياسية مقاومة ثورة تشرين وبقية الحراكات الأخرى لكن ثورة تشرين الحقيقة هناك من يؤكد أنها فعلا أخافت قوى السلطة زلزلت عروشها جعلتها مرتبكة وخائفة لماذا ثورة تشرين كانت مخيفة ومرعبة للسلطة أكثر من أي حراك آخر ولذلك قوبلت بدموية وبلا رحمة أو شفقة الحقيقة الحقيقة يعني سؤال مهم جدا الحقيقة لأنه والإجابة عليه أقول لك أنه من عام 2003 لحد الآن ما هي المنظومة الفكرية التي اعتمد عليها يعني ما هو الفكر الذي روجوه طوال هذه الفترة هو فكر طائفي يعني هم اعتمدوا على الطائفية أساسا واتكوا عليها في الحكم وهذا حتى بناء من مجلس الحكم لغاية الآن واللي هو ودستورهم هذا ما يسمى دستور هذا الكسيح وكل حكوماتهم بنيت على أسس طائفية ومحاصصات طائفية وعرقية وبالتالي يعدهم الفكر الطائفي هو من اعتمدوا عليه لذلك عندما كانت تقوم التظاهرات في بغداد في البداية كانوا يتهمونها بعثية وصدامية وهذا الكلام بعد ذلك وكانوا يبررون والوسط ربما يتقبل هذا الكلام وقسوتهم ودوميتهم يتقبلها ربما عندما قامت التظاهرات في المدن الغربية بماذا برروا هذا اتكوا على الطائفية أيضا وقالوا أنهم ذول السنة وطلعوا ضد الحكم وكانوا يعني يحكمون والآن يريدون يستردون الحكم وجاءوا لظلمكم وهذا الكلام وهكذا عندما حصل في الموصل وهذا الشكل عندما خرج الثورة التشرين تختلف عن كل هذا لم يستطيعوا أن يسوقوا نفس الفكر يعني هم قالوا بالبداية أن هؤلاء بعثية أبناء الشباب اللي طلعوا كلهم مولودين بعد 2003 الغالبية العظمى لم يشاهد حزب البعث ولا يعرف حزب البعث ولم يولد في زمن البعث أو كانوا أطفال صغار عندما سقط عندما سقط البعث إذن لا يمكن التبرير الشعب ضحك عليهم لا يمكن قبول هذه الفكرة ماذا يقولون عنهم يقولون عنهم دواعش لا يمكن قبول هذه الفكرة يقولون عنهم سنة لا يمكن قبول هذه الفكرة هؤلاء من الوسط الذي هم يقولون عنه الحاضنة لذلك واجهوهم بالقوة لأنه حسوا أنه شعروا بشكل أنه هذه الهزة الأرضية الآن تحت أقدامهم هؤلاء من الحاضنة لكن يقولهم تشوي أنه مرتبطين بالسفارات أو لا السفارات مع علمهم هم الجماعة لا يمكن تبريرها مهما برروا لا يمكن إذن ليس لديهم بمواجهة الفكر سقط كل الفكر لا يمكن هذه الدعايات لا تمكن ما الذي لديه لديهم اليد التي تضرب لذلك جاءوا بميليشياتهم بقواتهم الأمنية وسموها بعدين طرف الثالث ومعرف لحد الآن طرف الثالث وبدأوا يبطشون بهم وفي أيام قليلة قتلوا أكثر من ألف شاب وجرحوا أكثر من 30 ألف شاب وما زال القتل الحقيقة المصرية في بغداد في كربلا في النجف هذا كل جعل ثورة تشريين تختلف ومواجهتهم لها تختلف وهم في كل الثورات الشعبية التي حصلت في كل التظاهرات واجهها أبو القتل يعني واجهها بالحويجة واجهها بالبرمادي واجهها بالموصل واجهها لكن ليس بهذه الطريقة بهذه الطريقة لم كانوا في ذلك الوقت يروجون لها أو يقدمون لها بأنها هذه تجمعات طائفية تجمعات دواعش تجمعات قاعدة هذه لا يستطيعون أن يقولوا عنها كذا وقالوا لكن لم يصدق أحد والشعب إذا تذكر في بداية ثورة دكتور اسمعلي خلينا نأجل على قضية الشعب أستأذن منكم من ضيفنا دكتور صباح الناصر المشاهدين نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا دكتور رافع الفلاحي ودكتور صباح الناصر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في الذكرى الثالثة لانطلاقة ثورة التشرين والمعاني الوطنية العراقية التي أحيتها أو بعثتها ومؤشرات تجددها في المرحلة القادمة ويفاة طاولة دكتور صباح الناصر ودكتور رافع الفلاح دكتور اسكمال لنقطة قبل الفلاح الفاصل بديت بها تفضل نعم كنت أتحدث أنه يعني هم مع استخدامهم لليد الضاربة ليد القاتل الاغتيالات والقتل بقواهم الأمنية وميليشياتهم هذه كان عليهم أن يواجهوا أيضا معظلة كبيرة أن الشعب مؤيد لهذه الثورة نعم بدليل أنه في بداية ثورة التشرين كان الشعب في بغداد وفي كل المحافظات كل البيوت العراقية تذهب لزيارة ساعات التظاهر نعم في بغداد كانت الناس يعني متعتها الليلية أن تذهب هي وعائلهم وأطفالهم لزيارة ساعة التحرير نعم ساعة التحرير اللي يشاهدوا وفيه في الناصرية وهكذا ونساء ورجال هذا الموضوع شغلهم كثيرا لأنه هذا التأييد إذا ما استمر ستكون الموجة كبيرة لن يستطيعوا وهم يخافون من الموجة كبيرة هذه الموجات الصغيرة استطيعون يعني مستحيلة وهذه تاريخ الثورات كله يصل إلى الموجة الكبيرة وتنزيح كل شيء وسيحصل في العراق هذا يعني هذا مؤمل قريبا سيحصل هذا ستحصل هذه الموجة الكبيرة فإحنا لدينا خلل في العراق كبير جدا جدا الخلل صنعته هذه الأحزاب وصنع بريمر والاحتلال عندما عينوا ست ملايين موظف في الدولة هم يتحدثون ست ملايين أو خمس ملايين موظف يصرفون عليهم أكثر من نحو سبع مليارات دولار فقط رواتب عندما هددوا الموظفين أنه إذا يذهب إلى ساحة التحرير أو يذهب إلى أي ساحة من ساحات التظاهر سيقطع عنه الراتب سيطرد من وظيفته من سحبة الناس لأنه هذا ولا مرتبطين بعوائل من سحبة الناس من تأييد ساحات وحصل الاستفراد بساحات التحرير في قضية القمع والبطش هذا الذي حصل دكتور صباح الناصري ايه اتفضل دكتور أنا أعتقد نقطة جوهرية حقيقة يعني تكملة لكلامك أنا لما أتحدث أنه جوهر الشخصية العراقية هو التنوع التنوع على مستويين التنوع عربا مجتمعي ولكن الذاتي أيضا الفردي العنف نضامه بعد 2003 هناك أشكال عدن العنف مؤسساتي بنيوي وأيضا جسدي ولكن هناك عنف تقافي سياسي اللي قصده إيش محاولة اختزال تعقيد الشخصية العراقية في بعد واحد يعني أنت يعمل شيئي بس أو أنت سني بس كل الأبعاد الأخرى للشخصية العراقية تم اختزالها أو قمعها وبناء هذا الاختزال تم تقنين هذه قضية المحاصصة ليش قاموا بهذا العملية لأنك أنت لما تختزل يعني تعقيد تنوع الشخصية العراقية خلقوا في الجنوب إلى الشيعي بإمكانك أن تدعي أنك تمثل هذا الشيعي سياسيا بمعنى تستخدم مفردة الشيعي ليس كمفردة اجتماعية إنما كمفردة سياسية وتقول عندي أغلبية على أساس طائفي نعم لأنك تختزل وهو عنف ثقافي تختزل تعقيد الإنسان العراقي ثور التشرين كانت أيضا وهذا اللي سبب خطورة لهم لأنه كل المشروع مشروعيته وشرعيته قائم على الاختزال هذا على هذا العنف لما ثور الناس على هذا الاختزال تقول أنا موز جعي أنا عراقي فقط أنا بصلاوي أنا معرف إيش هذا هو يعني نهاية النظام ولذلك المرتكز إلى يعني أحادية طائفية اختزالية خليني أسألك على العنف الآخر العنف الحقيقي نعم الدكتور الأجزة الأمن الأجزة الحكومية وميليشيات اللي هي بالعشرات الحقيقة لم تتورع عن سحق هذه الثورة وشبابها تغيب خطف قتل تعذيب سادية يعني حقيقة كبيرة وأيضا هذا النظام الحقيقة كانوا مؤطاة وأخضر بالقتل لم يعترضوا أحد نعم القوى الدولية الإقليمية لم تعترضوا أخضر حتى في المؤسسات القضائية غير مسموح الاقتراب من هذا النظام والتحدث عن انتهاكاته وجرائمه لكن مع ذلك ثورة تشرين أو جذوة ثورة تشرين لم تمت بالكامل والدليل ما شفناه اليوم والدليل الشباب الذين يهددون تحدد دكتور رافع عن موجات قادمة لماذا هذا الفشل من قبل الأجهزة الحكومية في قتلي ووأد هذه الثورة ودفنها أكون يعني سياق ثورة تشرين حصل أيضا في خنسميه إزاحة جيو سياسية قليميا ودوليا العراق إلى تلك اللحظة إلى 2019 من موضوع خنقول أمريكا وبريطانيا اللي احتلت العراق وحتى هذه يعني ما يتسمى الأحزاب اللي هي مو أحزاب طبعا عصبيات كيانات هجينة وليست أحزاب كانت تؤدي وظيفة معينة والوظيفة هذه كانت عبارة عن معبر عن جسر بالتواصل مع إيران كانت تنظر إلى العراق يعني من منظور إيران كيف تحل مشاكلها مع إيران اللي هو الطرف العضاف بالمثلث العاسوي إيران الصين وروسيا كانت حاول تستخطب إيران بالمقابل تنطي العراق على طبق من ذهب ماكوكو عمق استراتيجي له دورة تشرين أدخلت خطيعة مع هذا المفهوم الجيوسياسي الأمريكي البريطاني للعراق واستخدامه كورقة لصالح إيران اللي فسحت فسحت للمجال يعني بتاريخ إيران ما كانت تهيم العراق بهذا الشكل انتهت هذه الوظيفة ودخل يعني خنسين معامل جديد اللي المعادلة السياسية اللي بريطانيا وأمريكا كانت تعتقد لن يظهر على المشهد السياسي ألا وهو شعب إلى تلك اللحظة كان الشعب مغيب مغيب مؤسساتيا مغيب شرعيا مغيب سياسيا مغيب كل أشكال تغييب ودستور الفير الخمسة قنن هذا التغييب لشريات الشعب وكل المشروع كان قايم على أساس كيف قنننا دكتور ممكن الدستور كيف قنننا يعني مثلا لما تقرأ دباجة دستور الفير الخمسة ماذا تجد تجد قوميات ومذاهب وأديان ولكن لا تجد شعب عراقي حتى في الدباجة لم تستخدم مفردة المواطنة مثلا أو المواطن إنما المكونات لذلك هذا الدستور الفير الخمسة اللي هو مو دستور هو وثيقة سياسية قنن العرف السياسي للمحاصصة مو مثل ما يعتقد البعض إن الدستور دستور دمقراطي مدني حديث وإن الموجود هي ممارسة عرف سياسي ما لعلقة بالدستور لا أنا أقول الدستور هو قنن المحاصصة والعرف السياسي لأن هذا كان الهدف منه تقنين نظام لا مركزي يضعف الدولة لا وطني يضعف وحدة لحمة الشعب العراقي من أجل يعني تمكين الاحتلال أمريكي الإيراني بالتحكم بشعب العراقي 2019 نسبة هذه المعادلة وادخلت الشعب العراقي كفاعل سياسي ليس بالإمكان غضب النظر عنه أو تجاوزه مستقبلاً ولذلك لأول مرة تجد أمريكا وبريطانيا من 2019 بدأت تضغط على هذه الأحزاب والميليشيات بتشكيل حكومة يعني خنسميها لا سياسية لا حزبية لا ميليشيوية مثل حكومة الكاظمي ضغط على استقالة عادل عبد المهدي وتقديم معود بأنه ستكون هناك قوانين الانتخابات ومفوضية وأحزاب أكثر دموقراطية تمكن هذا الشعب من تنفي نفسه طبعاً يا كانت مجرد أنا سميته ثورة مضاطلة أو ثورة سلبية من أجل نزع فتي للثورة تميعها واحتواءها نسبياً نجحوا في هذا ولكن انتخابات 2021 وفوز أغلبية من حزب الدموقراطي السيادة والتيار الصدري مع ذلك لم يستطع تشكيل حكومة إذن اتضح حتى للمجتمع الدولي ما كان يعول عليه نعم إصلاح هذه المنظومة من الداخل مستحيل هذه المنظومة غير قابلة لإصلاح وإذا أصلاحت تسقط فبالتالي هم في مأزق الآن حقيقة ولذلك أنا أقول ستستمر ثورة تشرين وسيتم دفع هذه الحواجز إلى لحظة يسقط في هذه المنظومة ويعادة تشكيل واضح لا ذكر ثورة تشرين دكتور رافع الفلاحي هناك من يقول أن ثورة تشرين الحقيقة تحولت إلى فكرة وطنية في العقل في الوجدان العراقي أكثر من كونها حراكاً شعبياً في الساحات والميادين هي فكرة حية وموجودة ومتحفزة أكثر حتى وإن غابت حتى وإن خفتت في الشواف الساحات والميادين العامة رغم البطش رغم التخويف رغم القمع ما الذي يحولها إلى فكرة وطنية يعني ربما أكثر من أخواتها السابقات هو أساساً أستاذ ماجد أي ثورة تبدأ بفكرة نعم وهذه الفكرة ممكن أن تخدمها لكي تطورها وتكبرها يعني تعمقها وتخدمها لتحقيق هذه الفكرة وأهداف هذه الفكرة وإما أن تنتهي هذه الفكرة وتنتهي ليس يعني يعني دعني أقول ربما لا تواجهها قوة استبدادية وكذا ربما تستجاب لطلبات الثوار وينتهي الموضوع وحثت في بعض الثورات أو في بعض الانتفاضات وفي بعض التظاهرات كثيرة في العالم تحدث تظاهرات رافضة لموضوعهم تستجيب السلطات أو الحكومة لهم وتنتهي هذه التظاهرات وتنتهي الفكرة معها بالاستجابة في العراق هذا غير موجود لأن أولا الفكرة خرجت من رحم المعاناة من رحم هذا الضيم من رحم فقدان الوطن من رحم فقدان الأمان والأمين والاستقرار والشخصية والهوية والاستقلال والسيادة كل هذا مفقود والتغول الخارجي دولي وقليمي وشخصيتك ماكو شخصية عراقية مو موجودة مفهوم عراق غير موجود هذا كله انقلقت من عنده فكرة الثورة لذلك أنا قلت أنه كل الثورة يجب أن يكون لها يعني مناخ وبيئة وكل هذه حاضنة ويجب أن مسببات وأسباب لكي تنهض الثورة في دراستنا لثورة تشرين عندما تدرس ثورة تشرين ستجد فيها بالتأكيد هناك أخطاء هناك يعني سلبيات وهناك إيجابيات واحدة من أكبر السلبيات التي عانت منها ثورة تشرين بغض النظر عن القيادات والفكر أن البعض أو الغالبية وكثير من عندهم اعتقدوا أنهم بمجرد أن يخرجوا عاملين هذه الفكرة سيؤيدهم الخارج أقليميا ودوليا وسيقف معهم وستنتصر الثورة بتأييد الخارج وهذه إحدى المطبات الكبيرة التي وقعت فيها الثورة الشباب وقعوا فيها واللي ساعد على هذا الموضوع هو اللعب الدولي عندما تنزل بالسخارت تجلس في التوك توك وتتحدث مع الناس دكتور تسمح لي حتى نقرأ موقف بلاس خارت بس نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة إذا بعد الفاصل نعود مع ضيفينا دكتور رافع ودكتور صباح الناصر مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأنضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في الذكرى الثالثة لثورة تشرين ومعانيها الوطنية ومؤشرات تجددها ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور صباح الناصري سيد فضل دكتور قبل الفاصل عن بلاس خارتو هذا ما أريد أن أقوله أن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي أدى إلى لعب لعبة لتضليل المتظاهر لتضليل الثوار بالإدعاء أو بمحاولة مغازلتهم بشكل على استحياء لجعلهم يشعرون أنه إمكانية أنه الإقليم والدول والمنظمات ستقف معهم إذا ما ذهبوا بثورتهم وأنه هذه هي القوى الضامنة وهذه واحدة من الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها لأنه لا يحق ظهرك مثل ظفرك من الذي وقع فيه؟ وقع فيها الثوار نفسهم وقعوا فيها الثوار الآن أن يخرجون الثوار في الذكرة الثالثة هذه الفكرة ممحية من ذاك أبدا غير موجودة في عقولهم لأنهم عرفوا أدركوا أن هذه اللعبة بالنتيجة لعبة تخدم الحكومة تخدم العملية السياسية وهذه القوى الخارجية هي التي أسست هذه العملية السياسية ولا يمكن أن تتنازل عنها وهي من تدافع عن طرف الثالث والقتل والذبح وبالإسخارة من نزلة والأمم المتحدة جزء من هذه اللعبة جزء من لعبة النظام لقمع الشعب لوصول العراق إلى الهاوية عمق الهاوية لذلك الثوار يخرجون الآن بذهن صافي أكثر والثورة ستأخذ بعد آخر عندما تنتصر الثورة دعني فقط أقولها في كل الثورات في العالم أنت تكسب التأييد عندما تنتصر الثورة مهما كانت الثورة الشباب سينتصرون ستؤيدهم كل القوى العالمية بما فيهم حتى أمريكا التي جاءت في الاحتلال ستؤيد هذه الثورة التي قامت عندما تنتصر وليس الآن نتحدث عن عوامل انتصار الثورة بس خليني أسمع رأي يعني همنا رأي دكتور صباح الناصري بقضية تشرين تفارة تشرين وتحولها إلى فكرة في العقول في الوجدان حتى وإن غابت في الساحات نعم يعني في بديهيات خلنسمي السياسة الفكرة لما تتحول تترجم من كونة فكرة يعني خلنسمي منظور ذهني عقلاني إلى قوة متجسدة حيوية في حياة الناس تصبح ملموسة تتحول إلى خلنسمي مخزون هائل يفجر طاقات الإنسان يعني في كل يعني التاريخ الإنسانية سواء كانت الثورات أو الأديان أو التقافات أو الحضارات قد ما تترجم هذه الفكرة معينة على أرض الواقع تتجسد من خلال سلوك سياسي معين تنظيم معين رؤى معينة تصبح هي قوة حية اللي تدفع على الفكرة لما تتبع يعني ما بعد الخطوط الحمراء اللي المضعتها سابقا ما بالإمكان الرجوع إلى المربع الأول مرة أو أخر انتهت نحن الآن في مراحل متقدمة من الثورة ومن الثورة في الوعي يعني هي أتت بثورة حقيقة أهم شيء باعتقادي في تشرين أنها خلقت يعني خنسميه إزاحة في الوعي المجتمعي والسياسي والثقافي عند الإنسان العراقي في الداخل والخارج ولو أنا أكر هذه المصطلحات الداخل والخارج أنه هذه أحد الخطوط الوهمية اللي أدخلت على الشعب العراقي بعد عفل الثلاثة لتمزيقه عرقيا وطائفيا وأيضا جغرافيا داخل وخارج ماكو شيء داخل وخارج أنت كعراقي يعني لما تهجر أو تغيب أو تضطر أنك تغادر بلجك وتروح إلى المنفى أنت ما راح طوعا إنما فإذا أنت جزء أنت انتداد لهذا الداخل فلذلك أنا أقول مشكلة المنظومة مو فقط المناسبة مو فقط المنظومة المحاصصة إنما حتى المجتمع الإقليمي والدولي إنها فرضت مثل ما قلنا الشعب لأول مرة كفاعل سياسي على المشهد ليس بالإمكان يعني توظيف تقديم أي مشاريع أي خطط أي رؤى بغض النظر عن هذا الشعب دخلتهم في مأزق يعني حتى المجتمع الدولي حقيقة دخل في مأزق ومحاولة بلاسخات والرمم المتحدة الالتفاف على الثورة وإقناع بعض التشرينين والحقي قال يعني الأقلية فقط حاله يقنعوهم وأنا أعرف الموضوع هذا ضغطه على التشرينين يشكلون الأحزاب وقنعوهم إن من خلال المشاركة بالأحزاب وقانون جديد للانتخابات والأحزاب بإمكانك أنت تغير مطعم دموقراطيين من الداخل أنا قلت هذا وهم لن يحدث وانتخابات الأخيرة بالرغم من قوة التير الصدري والعزب الدموقراطي البرمتزاني والسيادة لم يستطيع تشكيل يعني يعني الحقيقال وأيضاً لصالح التشرينين إن فقط أقلية وافقت على هذا الطرح يعني مثلاً امتداد أو بعض المستقلين إنما الأغلبية الساحقة للتشرينين لم تشارك في الانتخابات ولم تشك الأحزاب وبقت في الميادين وأنا أعتقد هو هذا الطرح الحقيقي هو الصحيح وقاطعة الانتخابات أكثر من 80% قاطعة الانتخابات إذن هذه المنبوة فاقدة للشرعية نعم داخلياً شرعية الوحيدة فقط تأتي من الأمم المتحدة بدعم أمريكي برطاني ومن يعني إيران من خلال المرجع والبطش والسلاح والقتل الذي يفرض أمر واقع هذا العنف نعم بس أنا أخبر لما يكون شرعية مرتبط بها خنزق خنزق قانونية نعم فقط من الخارج إنما داخلياً لا تمتلك أي شرعية على ذكر الشرعية دكتور رافع الفلاحي هذه الثورة ثورة التشرين مستمرة في الوجدان بين الفينة والأخرى تنزل إلى الساحات والميادين كيف لها أن تبلغ أهدافها في المرحلة القادمة خاصة وأن هدفها هدف كبير جداً إسقاط النظام السياسي الطائفي الفاسد المدجج بالأسلحة والميليشيات والمدجج بالتأييد الإقليمي والدولي هذا هدف كبير كيف يمكن أن تصل لهذا الهدف النبيل تخليص الوطن وإسقاط النظام الطائفي أستاذ ماجد أولاً ظروف تزداد سوءاً في العراق ولا تتحسن وقود مجاني للثورة وقود مجاني للثورة وهذا المواطن يدركه ويعرف به وهؤلاء لم يأتوا من أجل برنامج للبناء والإعمار لا أبداً يعني قد يسأل البعض يقول لماذا لا يبنون مستشفى مدرسة جامعة على الأقل يبلطون شارع إسرائيل ما خلتهم لأنهم من أتباع على البيت أيضاً منعوهم كما قال هذا العامل هذا الكلام تبرير لوضع لهذا هذا الإطار الذي جاءوا به هذا الإطار جاء مخرباً وليس للبناء هؤلاء أدوات للتخريب وليس للبناء ما مطلوب منعدهم أن يبنوا مطلوب منعدهم أن يفسدوا أن يسرقوا أن يقتلوا أن يدمروا البلد هذه فكرة فكرة المشروع الاحتلالي فبالتالي أنت أمام حالة يعني مركبة في العراق الحقيقة يعني ليست حالة صعبة سهلة لكن في نفس الوقت عندما تنظر إليها الآن ستجد أن الثوار الذين خرجوا قبل ثلاث سنوات 2017 وقتل ألف منهم وجرحك ثلاثين ألف واختطك بالكثير والآن يخرجون يخرجون بنفس ورؤية تختلف وسأقول لك لماذا يعني عدا اللي تكلمت عنه أنهم يعني اللعبة الدولية واللعبة الأقليمية عرفوا أنها يعني لن تنفحهم هذا تضليل عدا هذا أنهم لم ينكدعوا بالقوى الداخلية والدليل على هذا أنه مقتضى الصدر عندما رات قبل أيام ودع الشعب بكل طريقة أنه الثوار تشتريين تعالوا انضموا إليه إصلاح معرف منه بشعارات لم يتحرك ولم يستجيبوا لهذا وبدليل أنه أنه تظاهراته كانت تعبر جسر الجمهورية وجسر الأحرار بكل يسر وجلوا شافلات شالوا الصبات ودخلوا إلى المنطقة الخضراء بكل يسر لم تضرب عليهم طلقة واحدة ودخلواها لماذا اليوم كل هذه القوات من أسبوع تتحضر بكل القنابل لأجل مواجهة هؤلاء الثوار لأنهم رفضوا أن يكونوا جزءا من هذه اللعبة الآن هذه اللعبة الثوار يعني عرفوا أسوس هذه اللعبة وهذا جزء مما يجعل هذه الثورة قوية لا يمكن أن تنتهي لا يمكن لموجتها هذه أن تخمت بمجاميع أخرى بأصحاب قبعة الزرق ما عرف منه الآن انتهت هذه القضية هذه اللعبة لن تنطلي عليهم الآن قواهم هي التي تدفعهم ثورتهم هي موجتهم الكبيرة هي التي تدفعهم ومن ومن يعتقد أو يعني يعتقد بالثورة أو يريد تغيير الوضع هو عليه أن ينظم إليهم ليسوا هم ينظمون إليهم يعني هو يريد تعال ننظم إلينا بشروط ما إحنا شروطنا أن نكون وطنيين غير طائفين عابرين للطائفية لا ندخل بالعملية السياسية ندمر العملية السياسية نسقطها ونسقط كل الفاسدين وإذا كنت فاسدا سنحاسبك معهم إذا قبل بهذه الشروط مقتدى الصدر غير مقتدى الصدر ليدفع جماعته هذا الشعب هذا البنيان الشعبي هذا الفكر الشعبي فكر الثورة هو هذا بهذا الشكل هذا وصل إلى الشعب الآن الآن هذا كله متوفر متوفر عند الشباب كثيرين لذلك يعني اليوم سمعنا مثلا البعض يقول ما هي الحلول قلونا الحلول تحدثون اليوم ما هي الحلول هذه الحلول هي عندما يرتفع وعي الشعب سيعرف كيف يصنع إطاره أو يصنع موجته الكبيرة ووعي الشعب العراقي وصل إلى مرحلة جدا عالية الآن قد يضغطون على ثوار الناصرية لماذا لا يستجيبوا لهم قد يضغطون على ثوار بالنجف وكربلا وفي معقل طائفية مثل ما يقولون همهم ويقولون أشكرا يا دكتر لكن لا يستجيبون في بغداد لا يستجيبون هذه جزء من بقاء الثورة وقدرتها على النور نعم أيضا نفس السؤال هذه الثورة التي قدمت الكثير من الدماء الكثير من الأرواح براكمة تجربة كيف يمكن أن تستفيد من تجربتها الثلاث سنوات ومن تجارب سابقة لأنها جاءت امتداد لكل الحراكات الشعبية اللي بعد 2003 حتى تصل تترجم هذا الشعار هذا الحلم واللي أصبح مو حلم ثوار تشرين هو حلم المجتمع العراقي في الخلاص واستعادة هذا الوطن المنتهب نعم بعيدا عن العنف أنا أقول بأنه الميليشيات ما الفساد دعم إيران للأحزاب هذا ما تسمى الأحزاب هذه بقوة شنو تعريف القوة ليش هذه المنظومة باقة لحد الآن برغم من كل شيء الفشل والفساد ومن ربعيش أنا أعرف القوة بشكل علائقي المنظومة هذه موجودة لحد الآن وقمعة شباب وشابات تشرين بفاشية يعني احصائية تشرين احصائية حرب مو احتجاجات بفاشية ليش أمامنا دقيقة دكتور أي لأنه الأغلبية الساحقة للشعب العراقي ما زالت صامتة لم تتحرك نعم هذه العلاقة ما بين أقلية تحتكر السلطة بعمف وأغلبية لأي سبب كان صامتة أنا أعتقد إزاحة المعادلة القوة بمحاكاة هذه الأغلبية الصامتة هو سيقوم معادلة رأساً لعلاقب إذن على التشرينين يعني منها رايح أن يطوروا الخطاب السياسي والسلوك السياسي بحيث يستطيع محاكاة وصول إلى إذن هذه الأغلبية الصامتة إذا تحركت وستتحرك شكراً شيء بسيط تحركت تنقلب المعادلة شكراً للدكتور صباح الناصري أستاذ العلوم السياسية في جامعة تيورك في كندا وشكراً للدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي كان ضيفينا في هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في الدكرة الثالثة لثورة تشرين ومعانيها الوطنية التي أحيتها ومؤشرات تجددها كما أشكركم مشاهدين الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر